اهلا بكم المكان اللي احنا عنده ده اسمه باب حطة وهو ده اللي دخل منه بني اسرائيل بكياد السيدنا يوشع بن نون عليه السلام فاتحينا لبيت المقدس امر الله عز وجل بني اسرائيل بالدخول سجدا وان يقول كلمة حطة ومعناها حط عنا سيئاتنا واخفر لنا ذنوبنا يا ربنا فبدل الذين ظلموا من بني اسرائيل قولا غير الذي قيل لهم فبدلا من الدخول سجدا دخلوا يسحفون على مؤخراتهم وظهورهم وبدلا من قول حطة قالوا كلمة حنطة وحنطة هي حبة القمح وتغيير المعتدين من بني اسرائيل لكلمة حطة كان عن عمد نتيجة للكبر ايه رأيكم ما تيجوا نسمع مع بعض كلمة حطة وكلمة حنطة باللغة العبرية تعالوا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله ده موقع ويكي بيديا وعليه باب حطة زي ما حضراتكم شايفين وطبعا لقلة معرفتنا باللغة العبرية كان لازم ندور على لوحة مكتوبة عليها باب حطة باللغة العبرية واللغة العربية واللغة الإنجليزية وبفضل الله عز وجل قدرت أوصل للصورة الجميلة دي طريق باب حطة وطبعا فوق مكتوبة باللغة العبرية واخد بالك أن اللغة العبرية بتكتب زي اللغة العربية من اليمين للشمال كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا ناخد الصورة الجميلة دي ونحطها على جوجل ترانسليتور ونحدد الجملة العبرية اللي احنا عوزينها ونشوفها في جوجل ترانسليتور هتلاقي الجملة بيتشارع باب حطة حطة بالتائر حطة بالطه هناخد الكلمة اللي هي موافقة لكلمة حطة ونعم عليها سيرش ونعرف معناها ايه ده ترانسليتور تاني بيحول من اللغة العبرية لللغة الإنجليزية هنتفاجئ بحاجة جريبة جدا الكلمة المأخودة من اللغة معناها باللغة الإنجليزية ويت يعني حنطة او قمح ختة ختة يعني قمح واضح ان الجملة العبرية دي مش مزبوطة في جملة تانية هنخشها عليها ونشوفها فعلا دي الجملة الصحيحة وعلشان نتأكد هناخد الكلمة دي ونحطها في الترانسليتور ونشوف فعلا معناها حطة وازاي بتنتق خفتة خفتة الله اكبر زي ما حضرتكم شايفين ان الكلمة دي معناها حطة وتنتق خيستة عندنا خيستة وعندنا خيتة واضح القرب في النطق وخلونا نكون على يقين اكتر هنطلب كلمة ويت باللغة الإنجليزية والمثيل اللي باللغة العبرية ونسمع النطق بتاعه علشان نتأكد ان الكلمة اللي على اللغة هي كلمة ويت اللي هي قمح او حنطة خيتاء خيتاء ركز معي حضرتك في اللغة اكتر وشوف الحروف شايف حرك الكلمة شوفها بقى في الترانسليتور شكلها ازاي وضحت شابه فتوكل على الله انك على الحق المبين اتدري ما معنى الكلمة مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة نور وبعض الكلمات كبور الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي عيسى ما كان سوى كلمة وأضاء الدنيا بالكلمة إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة شرف الله هو الكلمة جزاكم الله خيراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة